الدراسة اللي قالت إن النمسا تتصدر حالات التمييز ضد المسلمين في أوروبا ويمكن النمسا خدت نصيب الأسد من دول الاتحاد الأوروبي في عمرية التمييز أو التنمر بشكل أو بآخر هناك زيادة حادة في الكراهية من المجتمع النمساوي ضد المغتربين وخاصة المسلمين حسب الدراسة ما بتقول طبعا نصدر هذا الخبر يعني صراحة شي مؤسف أنه نسمع بدولة أوروبية أوروبا الغربية فيها هامش كبير من الحقوق هامش كبير من المساوات هامش كبير من السلطة التنفيذية أنه نشاهد حالة التمييز الموجودة خاصة لفئة المسلمين لفئة المحجبات تحديدا وهذا الشيء ألوح على حسب التقرير يعني استطلع 9600 شخص ما بين 2021 و2022 صار تقريبا نشارك فيه 21 دولة أو 13 دولة أسف من الاتحاد الأوروبي أكد نحو نصف المسلمين بأنهم واجهوا التمييز في حياتهم اليونية مقارنة 39% المسجلة في الدراسة الأخيرة من هذا النوع التي تعود إلى 2016 طبعا وإشارة رومان إلى أنه المتحدث بسم وكالة اتحاد أوروبي الحقوق الأساسية نوكل رومان إلى أنه منذ هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين واندلاع الحرب في قطاع غزة تبت تسجيل زيادة حادة في الكراهية إزاء المسلمين يغزيها النزاع في الشرق الأوسط ونشوف سائقة اوتوبيس محجبة في المترو في ترامب أنا اللي بدي أقوله بصراحة كلامك صحيح فعليا في وجود بصراحة التعددية واضحة جدا بالعديد من مفاصل الدولة أما الشي اللي ساير بالنمسا خلينا نقول أنه هذا التقرير اللي نعمل وخاصة الموضوع زيادة هذه الحالات بس ممكن نعطي برع حالات فردية أنا جايك بالحكي يعني صراحة هي هذا 9600 شخص على مستوى الاتحاد الأوروبي كم شخص بالنمسا وشنوعية الأشخاص اللي تم استطلاعهم صراحة موضوع سيد الكريم موضوع مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد أنا مفيني اليوم خلينا نستخدم هيك مصطلح جديد العملية الانتحارية اللي قامت فيها حماس داخل غزة بصراحة يعني قسمة الشارع سيد الكريم صار في ناس ينظروا أنه هدول لازم الدول العربية ينصروهم ولازم يساعدوهم وهدول مظلومين وإيران هي الوحيدة اللي عم تساعدهم وغيرهم طب هدول قاموا بعملية انتحارية بها العملية 7 أكتوبر اللي أدت لمقتل ألف إسرائيلي ما ألف ومتين إسرائيلي ومن المقابل أكثر من 50 ألف والأرقام أخرى بتقول 100 ألف فلسطيني تم قتله بغزة بن أفل إجرام الإسرائيلي اللي قامت فيه ردا فعل على العملية الانتحارية التي قامت بها حماس فبالتالي سيد الكريم عندما ترى يعني الحالة العاطفية الهائجة الهائجة جدا والبالغة أدت الانقسام أدت إلى ما حصل بهذا الأياب الحساسية العالية الحساسية المفرطة تجاه الآخر تجاه اليهود تجاه النمساوي تجاه كثير من الناس فصارت أنه هدولة فعليا عنصريين هدولة فيه تمييز فيه كذا هذه الحالات موجودة أكيد وما فينا ننكرها مع الأسف الشديد الحالة النمساوية سيد الكريم ليست حالة متطورة جدا يعني الزهنية والعقلية النمساوية لسا حالة يعني خلينا نقول حالة المزارع الفلاحية يعني يعني فعليا لسا ما تطورت التطور المدني الحقيقي مثل أمريكا يعني أمريكا أول يوم تدخل على أمريكا تصرت أمريكي بغض النظر شو ما كادت كنت تحبير جنزية خلاص ما عدت حد يقول لك أنت أجنبي أنت لاجئ أنت مهاجر أنت دينك كذا أنت دينك كذا هذا كلامتها فهذا على الأسف في أوروبا ما زال موجود اليوم حتى لو الواحد يحمل الجنسية النمساوية وعنده منصب سياسي أنت مهاجر أنت لاجئ أنت بالأصول أجنبية أنت 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 فبالتالي مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد النمسا ما زالت غير منفتحة طبعا قصة على ذلك ألمانيا طبعا ألمانيا أفضل حال بكتير فرنسا أفضل حال بكتير فعليا أما النمسا مع الأسف ما زالت دولة منغلقة وتحتاج إلى الانفتاح واعتقد هذه مهمة الأجيال الجديدة من اللاجئين من المواليد الجدد من الأجالب الذين أولدوا في هذا البلد أن يساهموا بتطوير البلد بتطوير الذهنية الفكرية هذه العقلية الملكية بس يجب أن يكون أفعال مش كلام نحن نحكي نحن أفعال يعني كل شخص موجود بنقطة ما بشركة بمؤسسة بشارع بمدرسة بأي مكان موجود كل واحد عنده دور أنه فعليا يأبرز يأبرز الجانب الإيجابي بالشخص المشرق والمهاجر ونفس الوقت يحاول يهجن أو يدجن فعليا الطرف النمساوي القديم اللي نفكر حاله هو أعلى من غيره هو أفضل من غيره أعتقد هذه كمان مهمة مطلوبة صحيح مصر فبالتالي العملية الانتحارية اللي قامت فيها حماس واللي هي فعليا سابقا قامت عصابة الإخوان المسلمين بسوريا بحما بالتمانينات أيضا بعملية إجرامية بشو بدك تسمية سمية عملية صبيانية بحما أدت أيضا أنه قام النظام المجرم بقتل أكثر من خمسين ألف شخص وتدمير مدينة فوق رؤوس ساكنيها خمسين ألف شخص وفي يعني ناس هجرت ولجأت إلى النمسا وغيرها من ذاك الوقت فبالتالي التاريخ يعيد نفسه ما قامت به حماس هو عملية إجرامية عملية انتحارية بصراحة أدت إلى هذا المشهد لأن إسرائيل الإجرامية أكثر منها ردت بهذه الطريقة مشان ما وحد يجي اللي هل أنت عم بتحكي على طرف وتارك الطرف الثاني فضل سيد فالي